ده أفضل واقع برنامج للبحث العلمي بالذكاية الاصطناعية تكتب على البرنامج وبرده هسيب لك الرابط في الوصف خش وعمل حساب مجاني أو ممكن تجربه من غير حساب في البداية دلوقتي أي سؤال ييجي في بالك في أي مجال للبحث العلمي اكتبه ممكن تكتب بالعربي أو بالإنجليزي ولكن الأفضل من خلال تجربتي أنك تكتب بالإنجليزي فأنا هنا بسأله هل في علاقة بين النوم والحصول على درجات فزي ما احنا شايفين هيبدأ أن هو يبحث ويجمع مجموعة من الأوراق العلمية وبعد كده هيبدأ يديني كذا حاجة أول حاجة واللي هي كونسنسوس ميتر دي وهو أنه بيشوف أعلى عشر أوراق علمية وبيبدأ أن هو يدي لك الخلاصة بتاعتها والأجمل من كده يجاوب على السؤال بتاعك لما يكون سؤال بهل فأنا بيقول لك أنه وفقاً لـ 85% من الأبحاث العلمية بيقولوا أن آه في علاقة و15% بيقولوا لأ بعد كده لما تبدأ تنزل تحت هيبدأ أن هو يدي لك إجابة على السؤال العلمي اللي هي يسأل المكتوبة دي ويدي لك خلاصة الأبستراكت بتاع الورقة البحثة